خبرنا البعاء كده محلي عشر مديليات حصيلة مشاركة منتخب مصر ببطولة أفريقيا لريشة طائرة البرالنبية زي ما منتابع الأسحاء لازم نتابع كمان أبطالنا في الأبطال العلعاب البرالنبية اللي بيبزله مجهود أكتر ومضاعف عن الأسحاء ودول حقيقة الأبطال من عيار فريد لعبة منتخبنا الوطني ريشة طائرة اللي دابل القدرات الخاصة بارا بامتنيون تصدروا الترتيب العام لبطولة أفريقيا واللي تلعبت في العاصمة الأغاندية كامبالا في الفترة اللي فاتت لعبة منتخبنا حققه في البطولة عشر مديليات جونكا الآتي ستة دهب ثلاثة فضة واحدة برونز البطولة تقلق فيها بشكل كبير شايماء سامي لعبت منتخبنا ونجمة نادي الزهور واللي حققت لوحدها ثلاث مديليات دهب في فرد السيدات وزوج السيدات والزوجي المختلط كمان البعثة دي رئيسها كابتن شهابيحي عضو مجلس دات الاتحاد المصري ونجاب رئيس الاتحاد العربي لريشة الطائرة والحقيقة ده أحد الدعمين بقوة للنشاط البرالنبي في مصر وعايز أقول برضو حاجة أن ده أكيد يعني استكمال لسلسلة دعم الدولة ممثلة طبعا في وزارة الشباب والرياضة والاتحادات البرالنبية بيعني دعم كبير جدا يعني لأبطنة البرالنبيين ووقوف جنبه من أرض ريشة الطائرة لما تحقق الإنجاز ده بيكون أكيد وراء دعم كبير من المسؤولين بس خلينا أقول حاجة أنه الدعم الأول لأبطنة البرالنبيين بتيجي من أسرتهم وكان معايا هنا كتشرفني يعني العشرات من أبطنة البرالنبيين في هذا المكان وفي هذا الاستوديو واتكلمنا معاهم وشفنا قد إيه كان رقم واحد في دعم اللاعب البرالنبي هي أسرته الخلية اللي بيطلع منها ولو لأى الإيمان من أسرته بيه وبإمكانياته بيطلع هنا يكون بطل برالنبي وشفنا عشرات الأمثلة على ذلك فالحقيقة احنا النهاردة من البرالنبيين الأبطال يعني لازم نوجه رسالة لكل أب وكل أم لو عندك حتى طفل يعني من ذوي الهمم أو عنده يعني إعاقة بدنية يعني دايما الإعاقة البدنية ما تعطلش حد خالص أو حتى إعاقة زهنية جزئية مثلا أو أي شكل من أشكال الإعاقة ما تترددش أبدا تتوجه لأقرب نادي ليك لأقرب مركز شباب وما أكثرهم على مستوى الجمهورية أن أنت تدرد تدخل ابنك تدخل بنتك تمارس الرياضة وممكن في يوم الأيام تبقى بطلة كل العالم يتكلم عنه فإذا الإعاقة لا تمنعك كأسرة أبدا أنت تقف جنب ابنك بالعكس ده أنت مفوت تقف مع أكتر وأكتر من لو ابنك من الأصحاء الأسرة لو وقفت بيكون في المجمل وفي النهاية أنت النهاردة بتبنيننا بطل فيا جماعة ما تخليش أبدا حد يخجل من إعاقته أو تخلي طفل يخجل من إعاقته بالعكس الإعاقة دي هكون سبب في تفوقه ولو عنده إعاقة في حاجة معينة فعنده تمييز في حاجة تدي هو ده النقطة أنت دور على تمييزه فين ودور على الحاجة اللي يتقلق فيها فين ويساعده والرياضة أكبر دليل على كده عشر مديليات دهبهو عشر مديليات في بطولة أفريقيا لريشة الطائرة البرالنبية اللي بنقول لهم بصراحة ألف مبروك ترجمة نانسي قنقر